الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحمده سبحانه وتعالى حمناً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئت ترى محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه وأشهد أن محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هاره وجزاه الله عنا خيراً جمى جزى نبياً عن قومه ورسولاً عن أمته وسلم تسليماً كثيراً ثم أما بعد فقد شرع الله تبارك وتعالى لنا أحكاماً ربالية عظيمة تجعل المسلم هادياً مهدياً في كل شأنه وأمره أحكام ربالية تهذب المسلم وتسدده تهذب المسلم في مأكله ومشربه في ملبسه ومشيته في نومه وصحوته أحكام ربانية أحكام ربانية عظيمة شرعها الله تبارك وتعالى للعباد ليكون المسلم سوياً ليكون المسلم إنساناً سوياً سوياً وفقاً للمنهج الرباني وليس وفقاً للمنهج الأرضي البشري ليكون إنساناً سوياً موزوناً متزناً في عقله في قلبه في بصره في أذنه في يديه في ملبسه في مشربه في مأكله في شعره في مشته في نومه في حياته بيعه وشرائه نكاحه وطلاقه قضائه وكل أمره ليكون متزناً في سلمه وحربه في حبه وبغضه ليكون إنساناً سوياً أهدك صراطاً سوياً الصراط السوية صراط الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صراطاً سوياً طريقاً قويماً قيماً قيماً ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فميزنا الله عز وجل بهذه الأحكام الربانية العظيمة الكريمة التي فيها كل الصلاح وكل الخيرية وكل الرقيم وكل التقدمية وكل الحضارة لأنها تشريرٌ وتنزيلٌ من حكيمٍ حميد سبحانه وتعالى إن ابن آدم حينما يبدعد عن المنهج الرباني عن الكتاب الهادي والسنة المرشاء الشارحة حينما يبدعد عن الكتاب الكريم وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حينما يبدعد عن المنهج الرباني تطيش البوصلة تطيش بوصلته في كل الشرور وفي كل الأمور قال الله تبارك وتعالى أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا سُوءُ عَمَلِهُ يرى القبيح حسناً ويرى الحسن قبيحاً لأنه ابتعد عن المنهج الرباني الذي يبين الله تعالى فيه الحسن من القبيح والخير من الشر والحق من الباطل حينما يبدعد الإنسان عن المنهج الرباني يصير في أسفل سافرين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناهم أسفل سافرين إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هؤلاء يرفعهم الله تبارك وتعالى يرفعهم الله تعالى عن درجة السفول والنزول يرفعهم الله تعالى عن الخلود إلى الأرض يرفعهم الله تعالى عن أن يكونوا في أسفل سافرين أو أن يكونوا من الخاسرين إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم أجر غير ممنون بماذا؟ بماذا رفعهم الله؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بأحكامه التي أمر بها عبادة؟ رفعهم قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم اقرأ عليهم رتل عليهم أسمعهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغارين ولو شئنا لرفعناه بها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه اتبع هواه بذل من أن يتبع هداه اتبع هواه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الذي تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف ذكر الله تعالى في هذه الآية مثل الذي اتبع المنهج الرباني وأخذ بالوحي الرباني الإلهي ومثل الذي اتعد عن المنهج الرباني وساره إخطى لآرائه وأهوائه قال الله تبارك وتعالى آتيناه آياتنا فانسلخ منها ما الذي حدث له بعد أن انسلخ من آيات الله من دين الله من كتاب الله من هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء بعد أن انسلخ منها قال تعالى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الشيطان يبحث عن هؤلاء الساقطين ليلتقطهم الشيطان ليس ليرفعهم وإنما ليغوص بهم في الوحن وليهوي بهم معه في نار جهنم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين قال الله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها بهذه الآيات فإذا أردت الرفعة والعلوة والسمو فعليك بهذه الآيات بهذا القرآن الكريم ولو شئنا لرفعناه بها لن ترتفع بغير القرآن وبغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل ما عاد القرآن وصلة النبي صلى الله عليه وسلم يهوي لك وينزر لك إلى أسفل سافرين قال الله تبارك وتعالى بآياتنا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أخلد إلى الأرض أحب نعيم الأرض حطام الأرض زينة الأرض غرته الدنيا غرته زينتها لم يحرن الله تعالى علينا زينة الدنيا ولكن حذرنا من أن تكون الدنيا سبباً لقرودنا عن العمل للآخرة ولكنة العربها السماوات والأرض عدة للمتقيم ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه والله تعالى نهاه عن اتباع الهواء ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم القساء لا تتبع الهواء إتبعت الهواء سيهوي ذكك وسمي الهواء هواء لأنه يهوي لصاحبه إلى قاع الأرض إلى أسفل ساتلين أمرك الله باتباع الهدى ونهاك عن اتباع الهواء وقال لك وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم من قبلك ولا تتبع أهواءه ليس فقط هواك بل حتى هوا غيرك لا تتبع الأهواء ولا الهواء أبداً إنما اتبع اتبع ما أمرك الله باتباعه قال عز من قائل سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تتبعوا قال عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الألمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يغمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون حينما نبدع عن منهج الرباني تنتمس الفكر الفطر وتنتكس العقول وتختل الموازين فنرى الحسن طبيحاً والطبيح حسناً ولهذا جاء هذا المنهاج الرباني العظيم بأحكامه الكبيرة العظيمة في تفاصيل حياتنا ليعضل لنا وجهتنا وجهت وجهي الذي فقر السماوات والأرض ليعضل لنا وجهتنا سبيلنا طريقتنا طريقتنا حياتنا ومأكلنا وملبسنا جاءت شريعة الإسلام لتهديمنا لصلاحنا لتهدينا للتي هي أقوى والتي هي أحسن في كل شيء قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ولأنها شريعة ربانية جاءت بكل التفاصيل ومن هذه التفاصيل اليسيرة التي جاءت بها الشريعة الربانية العظيمة آداب وأحكام اللباس كيف تلبس إلى هذه الدرجة دين الإسلام يحافظ عليك يهذبك يرشدك حتى في لباسك في ثيابك ماذا تلبس وماذا لا تلبس وما هي الكيفية التي تلبس بها والهيئة التي تخرج بها لتكون إنساناً صوياً يريد الله تعالى أن يرفعك عن درجة البهنية عن درجة البهنية عن درجة الهمل يريدك الله تبارك وتعالى إنساناً متميزاً حتى في ملبسك كما أنك متميز في عقيدتك وإسلامك وشهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن الإسلام جاء بشخصية متكاملة لا تناقض فيها شخصية متكاملة حينما تنظر إلى مخبرها وإلى مظهرها وملباسها ومأكلها ومشربها تجدها شخصية على الهدى تسيط متوازنة في نظرتها وحياتها في كل شأنها وأمرها خلقها قويم وخلقها عظيم لأن كتابها هو الكتاب المبين نهانا عن البسر تنمي فينا جوانب الكبر والعلوم وهي جوانب مذمومة في طبيعة الإنسان إن ابن آدم يتأثر بنوعية اللباس الذي يلبسه تتأثر أخلاقه تتأثر مشيته تتأثر طريقته حتى في النبس الذي يلبسه جاء الإسلام ليفعلك إنسانا مؤمنا متواضعا متوازنا مهذبا هاديا مهديا فبداية أحل الله عز وجل لنا أنواع اللباس والملابس وجعلها من الزينة المباحة قال عز القائم سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الهزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع سائر الناس من الكفار خالصة لا يشاركهم فيها أحد خالصة لهم يوم القيامة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده زينة الله في المأكل في المنبس في المشرب في غير ذلك أحلها الله تعالى لنا ولما أحلها الله عز وجل لنا بيّن لنا من الذي يحرم علينا منها لأن الحلال كثير لا يعد ولا يحصى والحرام قليل يعد بالأصابع ويحصى فلما كان الحلال لا يعد لم يفصل الله عز وجل علينا أنواع الحلال لم يفصل علينا أنواع الحلال لأن الحلال كثير بل فصل لنا وإنما فصل لنا أنواع الحرام لأن الحرام قليل يسهل حفظه ويسهل اجتناهه فقاعدة الشريعة الربانية في المحرمات التفصيل وفي المباحات الإجمال لأن المباحات كثيرة جدا فتعسى من ضاقت عليه دائرة الحلال الواسعة ولم يجد إلا دائرة الحرام القيّطة قال الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما حرم علينا فصله بالتفصيل وما عداه فهو حلال لأن الحلال كثير وإن تعده نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغلو مكفار فصل علينا المحرمات في كل شيء في النساء فصل المحرمات من النساء في المطاعم والمشارك فصل المحرمات من المطاعم والمشارك في الملابس فصل المحرمات من الملابس وغير ذلك من الأمور كلها في الحياة الدنيا كل باب من أبواب الدنيا فصل لنا ما يحرم منه وترك ما عداه على أصل الحل والإباحة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود مسندا وراه البخاري معلقا من طريق عمر بن شعير عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلا كلوا ما شئتم من المهاكل إلا ما حرم واشربوا ما شئتم من المشارك إلا ما حرم وانبسوا ما شئتم من الملابس إلا ما حرم وتصدقوا ما شئتم من الصدقات في غير إسراف ولا مخيلا في غير إسراف والسرف تجاوز حد المشروع في الإنفاق ولا مخيلا أي ولا تكبر وغرور وعجب للنفس أي انبس من غير أن تتكبر وتغدر وكل من غير أن تتكبر وتغدر واشرب من غير أن تتكبر وتغدر وتصدق وأنفق وتبرع من غير أن تتكبر وتغدر وأنت في كل ذلك عبد لله تبارك وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمت بارك الله لي ولكم تقرأة العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور البقر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خادم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه القيومين الطاهرين ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير يقول الله تعالى لبني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم فهذا أول أهداف الثياب سطر العورات سطر العورات فالثياب ليست لأدل تحديد العورات وتجسينها ولا إضرازها وتجميلها وإنما الثياب شرع الله تعالى لعباده ربسها لستر العورات كلها قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أي وزينة زينة فالثياب زينة للرجال خارج البيوت وداخلها وزينة للنساء داخل البيوت لا خارجها قال عز وجل في حق النساء ولا يبدين زينتهم لم يقل لا يتزين لا تتزين المرقى لكنها لا تبدي هذه الزينة للرجال الأجانب الأغرام ولا يبدين زينتهم إلا لبرولتهم لأزواجهم أو أبناء برولتهم إلى آخر الآية تفصيل في المحرمات تفصيل في المحرمات فشرع الله عز وجل للرجال لقصة الثياب أحسن الثياب الزينة من الثياب من غير إسراف ولا إعجاب وغرور ولأن الكبر والغرور يبغضه الله عز وجل من عباده قال النبي صلى الله عليه وسلم مغبراً عن ربه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق رد الحق تكبر وغمط الناس احتقار الناس وازدراؤهم الكبر بطر الحق وغمط الناس قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب جب الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه الإمام مسلم في صحيحه فالله تعالى لا يحب المتكبر ولا يرضى بالكبر من عباده ولأجل ذلك حرم الله تبارك وتعالى مشية المتكبرين ولبس المتكبرين جاء في صحيح الإمام المخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي يجر إزاره إذ خسف به فهو يتججل في الأرض إلى يوم الحيامة يجر الإزاره فحرم النبي صلى الله عليه وسلم جر الإزار مطلقا لأنه يدعو إلى الكبر يدعو إلى الكبر جاء في الصحيحين عن اليريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزاره ففي النار وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيالا لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيالا هذا تخصير في المحرمات أحل لك اللباس سبحانه وتعالى لكن بيّن لك هيئة معينة ونوعا معينا من اللباس حرمه عليك لتجتربه ليس من باب التحكم فقط ليس من باب التحكم المطلق وإنما ليدفع عنك شيئا يترب لك صفة ذميئة صفة الكبر وهي أذن صفة يتصف فيها المهادم والرياض بها قال الله تعالى عن فرعور إنه كان من المتكبرين قال الله تعالى عنه واستكبر هو وجنوده في الأرض لغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يوجعون فقال عليه الصلاة والسلام ناهي العباده وأمته عن هذا النوع من الثياب الذي هو سبب من أسباب التكبر والغرور والعجب بالنفس لا ما أسفل الكعبين من الإزار ففيها ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب آخر من أنواع الثياب والزينة فحرم النبي عليه الصلاة والسلام على الرجال لبس الحرير بأنواعه كلها لبس الحرير بأنواعه كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لهم أين الكفار في الدنيا يلبسونها في صحيح البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل قبل ذلك عن أبي موسى الخولاني قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذر بيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا قدر هذا وأشار بأصبعي السبابة والتي تليها أي إلا جزءا يرقع به ذوق جزء يسير بنقدار السبابة والتي تليها يعني قطعة يسيرة نهى عن لبس الحرير صلوات ربي وتسليماته عليه ولما أتي في أول الأمر بثوب من حرير فلبسه صلى الله عليه وسلم ثم خلعه وقال لا ينبغي هذا للمتقين لا ينبغي هذا للمتقين لا ذلك بالرجل المتقين أن يلبس الثياب الحرير لأنها ثياب الإناث تليق بالإناث تخنف الرجل تلين الرجل والرجل المصفته الخشونة والشدة بخلاف صفات الأنوثة التي قال الله عز وجل عنهن أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فحرم الله تعالى على الرجال كل ذياب تزيل صفة الرجولة عنه أو تميلهم إلى جانب الأنوثة فحرم الحريرة والديباج وهو نوع خاص من أنواع الحرير وحرم الذهب أيضا على الرجال لأنه زينة النساء وحلي النساء ومن لبسه في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من لبس الحريرة في الدنيا لن ينبسها في الآخرة من لبس الحريرة في الدنيا لن ينبسها في الآخرة وكذلك الذهب محرم على ذكور أم ذكور أمته حلال على إناثها هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تجمون عباد الله في القوانين العالمية وفي التسادير الأرضية أحكام تفصيلية بمثل هذه الأحكام الربالية السماوية تستمحة كلا والله لن تجم لأنها من حكيم الخبير سبحانه وتعالى وذكادس وحرم علينا الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لأنها أيضا مدعاة إلى الكبر والغروب ولأنه نوع من السرف والترف جاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة والهلاب بالله وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما افتتحت المدائن بندد من بلاد الفرس لما افتتحت المدائن استفقى حذيفة طلب أن يسقى ماءا فأتاه ذهقان بإناء فيه ماء بماء في إناء من فضة أتاه ذهقان الذهقان كبير الفرس بعد الفتح صار ذليلا أذله الكفر ولو كان مسلما لرفعه الله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها ذهقان عظيم القوم صار خادما لحذيفة رضي الله عنه يأتيه بالماء ويسقيه فاستسقى فأتاه بدهقان بماء في إناء من فضة فرماه حذيفة به وقال إني لم أرمه به إلا لأني نهيته عنه فلم ينتهي نهيته نهى هذا الدهقان إلا أني نهيته به فلم ينتهي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آلية الذهب والجطة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فهكذا قذيفة رضي الله عنه غضب حينما أتي بناء في بناء من ذهب غضب غضب لأن هذا أمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم نهياً مشدداً ومؤكداً وتوعد صلى الله عليه وسلم من يسرب في آلية الذهب والفضة أنه ستتجرجر في نار جهنم في بطنه يوم القيامة والعياذ بالله ناراً تلضى لا يصلاها إلا الأشقى ومع ذلك دين الإسلام دين سماحة ورحمة من كان فيه مرض جلدي لا يستطيع أن يلبس إلا الحرير لخفتها على الجلد أحل الله تعالى له ذلك كحالة خاصة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزلير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما مرض جلدي أصابهما رضي الله عنهما لا يستقيم أمرهما إلا إذا لبس الحرير إذا لبس أي نوع آخر من الغياب تهيجت جلودهما رضي الله عنهما فهذه حالات خاصة دين سماحة ورحمة ينهى فإذا أصابك ضرر أو أمر عظيم جاءك الترخيص من الله تبارك وتعالى القائل في كتابه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال تحريما عاما في اللباس على وجه الخصوص في الزينة على وجه الخصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه الإمام المخاري علي بن عباس رضي الله عنهما لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ونهى ولعن المخنثين وقال أخرجوهم من بيوتكم راه المخاري في صحيحه لعن المخنثين الذين يلبسون الثياب النسائية الذين يتكسرون كتكسر النساء ويتمايلون كمتك تمايل النساء ويتحلون بمثل حلي النساء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراجهم قال أخرجوهم من بيوتكم وما أكثر المخنثين في عالم الناس اليوم ما أكثر المخنثين في عالم الناس يوم ولا عجب أن النساء ترجلت لكن تأنيث الرجال عجيب ما أكثر المخنثين في عالم اليوم والعالم اليوم عالم الكفر والسندقة اليوم يرعى المخنثين ويحافظ ويزعم أن لهم حقوقا ويزعم أن لهم حقوقا يجب أن تحمى وتشريعات يجب أن تسن هؤلاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مأمرون ألا نؤوي هؤلاء المخنثين نخرجهم من بيوتنا نتردهم من محلات حلاقاتنا من أسواقنا لا تسمع لمخنثين أن يدخل عليك بكانك متجرك بيتك مكان حلاقتك مكان عملك وسوقك فيابك وزينتك لا تبع له شيئا هؤلاء المخنثون منعون لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم الله تبارك وتعالى وأمرنا أن نخرجهم قال وأمر وقال أخرجوهم أخرجوهم من بيوتكم أخرجوهم من بيوتكم هؤلاء خبث ونجس لا تؤوه إلى بيتك لا تنجس بيتك بدخولك فيه ولا متجرك لدخو بدخوله فيه لا تسمحوا لهم بالتواجد فيه منازلكم ولا متاجركم ولا أماكنكم أطردوهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطردهم حتى يكونوا منبوذين مطردين منفيين صاغرين ذليلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد خضب يديه بالحناء رجل يتشبه بالنساء خضب يديه بالحناء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فنفيا من المدينة راه أبو داود في سننه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليس من البيوت فقط بل من المدينة كلها لأنها طيبة الطيبة لا تقبل بوجود الخبثاء فيها لا تقبل بالخبثين فيها لا تقبل بالأنجاس فيها فهؤلاء المخنثون أنجاس أرجاس أذلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم أن نذلهم وأن نطردهم وأن نتعامل معهم بالمعاملة التي تلعق بهم لأن هؤلاء كالسرطان إذا انتشر في بلد من البلدان فسد رجال المجتمع وشبابه وسيدهم كما حدث لقوم لوط من قبل حتى وصلوا لدرجة أن يطردوا أن يطردوا الخبثين اليوم سيخرجون الخبثاء غداً ويقولون أخرجوهم من قريتكم إنهم مناس يتطهرون أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يتولانا برحمته وأن يوفقنا لسبل الرشاد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يبضى عليه إنه لا يعز من عاديت ولا يدل من وليت تبارك وتعاليت اللهم ارفع عنا الغلاء اللهم ارفع عنا الغلاء اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والسلازل والإحن والفتر اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وارفع عنا حكم العلمانيين واليساريين والشيوعيين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم الإيمان اجعلك في نحورهم وندرأ بك من شرورهم اللهم انزع ملكهم وشدد شملهم وخالف بين كلمتهم اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا حاكماً ربانياً يحكم بكتابك الهادي وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا ضعفاء فقونا أقوياء بك فأعزنا اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعزنا ولا تهلنا اللهم قونا ولا تضعفنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم ستنا ولا تنقصنا اللهم كثرنا ولا تقلنا اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم اهدنا يا رب العالمين إنك تهدي من تشار إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسألين والحمد لله رب العالمين اللهم اشتركوا في القناة